أنت سافرت إلى سوريا وظلت بها فترة طويلة يعني لحد الأحداث التي حدثت في سوريا أنا سماعت أنك عشت الأحداث بحذافي رغم السوريا نهزمت من نظيم رحيت الضيم آخر نظيم بالأخير صار بالعكس سوريا عشت بها حياة مفعمة بالفرح والسرور والنجاح الناس الطيبة والنجاحات من كل نواح المادية والمعنوية يعني تظري كان بوقتها أكثر القنوات يعني هناك عشنا حياة كلش حلوة وكلش كريمة وكلش يعني جيدة لكن بالأخير يعني أنا حتى نواة أنا أبقى بس صار اللي يعني اللي مو عالبال وعالخاطر شنو اللحظة اللي خلتك أنه لا لازم أسافر ورحت لبيروت مو؟ ورحت لبغداد وظلت فترة كلش قليلة يعني من أيام نعم زين وأهلي طمنيت عليهم ورحت سافرت رجعة لبيروت زين شنو اللحظة اللي قررت تترك بها سوريا اش صار؟ لو تراكمات يعني الساري متعد عندما ينفقد الأمان يعني تخيل أول شيء يعني معرف للضحك قلت للمعرف دا أغني بمطعم قارفة ونصر مطعم نزلت ما شفت نفسي لان جوله زين وخصة كنا نغني هاي بينا نحن لا أحد يندق قال لي ما أحد يندق هاون يندق بيك هاون والله وما صار شيء متى يعني صارت جرحة بس وي كن هاون صغير هم تربك مو نازلت شبير تقصد محلي ختلت جول وكش يسوي زين الشغلة الأخرى حتى تعانوا صديقي ما يقول اسمه ما أعرف أنا خاف من الحاجة يعني مطرب صديقي هو ناسي عرفه وتنسوا 24 ساعة سوى هم رح ندن نتغذى اجينا الكهرباء مطفية طبوانا للشقة لقيت الشقة يعني مفتوحة قلتها شنو قلت له عين مفتوحة الشقة انت فادحها وقال لي لا بيدي غلقتها حسنا طب وانا جوا هم لقيت اثنين لصوص حسنا هم سرقة وخير من الله 15 دولار وراحنا وراحنا وما رجعت الفلوس يا حرام الفلوس وليس فلوس هم فوقها هم فوقها هم فوقها فلذلك قررت النكية يعني كثيرا تراكمات يعني كثيرا تراكمات كثيرا تراكمات فقررنا نرجع طيب أستاذ فاروق خضرتك متزوج وعندك يعني يلا يحفظهم ثلاثة أولاد بنتين أولاد أربعة أربعة صالحة ما شاء الله انت كل فترة يعني بدولة كل فترة بمكان اشكرت هذا الشيء أثر عليهم هما انه ماكوا استقرار بحيارتهم بصراحة غير يعني كل شو عذبتهم بس انت شغلك يعني حتم حتم عليك انه مثلا تسافر بره البلد احنا شلنا بره البلد وهم يجيني سفر بره البلد اللي أنا موجود بيه فآخر فترة يعني قررت انه استقر خلاص يعني يعني بالشمال العراق السعني موجود عائلتي دا تكبر يوم عن يوم يعني ابني خطاب بس يلاعب كرة قدم يلاعب بس ليمانية ما شاء الله حلو ايه يعني هو هو يتكبر القدم على ابو ايه على ابو قبل الفن زين وماكوا واحد بهم ناوي نوايا فنية عبد لا لا واصلا اذا عنده اني متعب ضكته مرارته انشواره متعب جدا خص الفن